نظمت قوات الدفاع الشعبية والعسكري مشروع التدريب العملي المشترك لإدارة الأزمات والكوارث لمحافظة بني سويف بكافة أجهزتها التنفيذية وتضمن التدريب عرض تقارير لمدير الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظات للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لمجابهة المواقف الطارئة كما تم المرور على استفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظة وتنفيذ طابور سير للمعدات والمركبات لمسافة عشرة كيلومترات كذلك المرور على معسكر إيواء عاجل ومستشفى العزل الميداني للتأكد من صلاحياته الفنية ومدى جاهزيته وفي إطار تنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري ندوتين تطقفيتين بجامعتين كفر الشيخ وبني سويف شكرا